في كل مرة يظهر بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يصير الجدل كثير من الأقويل والأحاديث عبر موقع التواصل الاجتماعي تؤكد أنه قام بعملية تحول جنسي ويكشف عن عمليات التجميل التي قام بها عملية نسائية من الدرجة الأولى وهي شد الخصر وشفط الدهون ونحت الإسم يواجه كلامه للسيدات لا تخافين ولازم تكون جريئة ما في شيء بدون ألم ولكن ألم محتمل ونساء تتحمل أكثر من الرجال في الولادة والتعب وقال إنه بيعمل عملية تجميل علشان يحصل على جسمي مثالي أنا متأكد أن جسمي جميل وزين ولكن أسعى للكمال ولا أحد المتابعين أول مرة أسمع رجال يتكلمن عن الخصر بعدما بقى ألا تتحول أنسى سوى عملية تحول أحد المتابعين أكد أن رمضان قبل 1400 عام كان رجال يسوون غزوات وحروب رمضان وهم صائمون والآن رجال يقومون بعملية شفت ونحطة في كل مرة يظهر عبر وسائل الاجتماعي لابد أن يصير الجدل لك الكثير من الاتهامات توجه له بأنه في الخفاق قام بعملية التحول الجنسي الأكيدة حيث ظهر أمام الجمهور وهو يقبل المشهور ريان بطريقة مستفزة هذه القبلة لأحد من رجال المعروفين أو الغير معروفين يقوم بتقبلها قام بأكثر من 25 عملية التجميل صالحي الرشد ده يطل بتصريحة أنسوية بامتياز والجمهور يشن أقصى هجوم عليه المتنمرين المرضى النفسيين اللي عاديين يتنمرون عليه استفزتهم لدرجة أنهم دخلوا يسبون عليه أصلا أنا باستغرب لو عد كم يوم ما حد يسبني